موسيقى تمهور المسلمين لم يبرع لها هذا المسلم لكن المصري يبطى الجنية برموكة اوضع كل عيش موسيقى بس الموسى ديني انشارك شهده مصر موسيقى 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 اهلا بيكم خلال ساعات مصر ستشهد يا ترى تعديل وزاري ولا تغيير وزاري هتجي تقول لي اقولك اه في فرق تغيير وزاري معناه تغيير رئيس الوزراء وعدد طبعا من الوزراء والتغيير يعني تغيير الحكومة التعديل هو ان رئيس الوزراء يبقى في منصبه ثم يتم تغيير عدد من الوزراء حتى هذه اللحظة يا مؤمن ومفروض خلال طلعت شمس بكرة بإذن الله احنا ما نعرفش يا ترى السيد رئيس الوزراء مهندس شريف اسماعيل ما اتطاعه الله بالصحة ولا عافية سيتم تغييره ولا الرجل باقي تخيل ان احنا مش عارفين رغم ان احنا الشعب يعني وده مفروض حتى ما يبقى السر واعتقد بل ممكن اكادوا اجزم زي ما بيقولوا كده ان السادة اعضاء مجلس النواب وهم رايحين بكرة البرلمان البرلمان علشان يوافوا على التعديل الوزراء ما يعرفوش من الوزر اللي اتغيروا رغم ان الدستور بيقول انه قدامهم مولة اسبوع بس بكرة لان تم استدعاءهم النهاردة بحكم اللائحة البرلمانية سيد رئيس البرلمان بلغ السادة اعضاء النواب انهم لازم يكون تعالا كده اندردش مع بعض في مسألة التعديل الوزاري سأرات عديل ليه سيد رئيس الوزراء موان شريف اسماعيل مفروض عادة من الخارج منذ حوالي اكثر من شهر بعد عملية جراحية اغراف المانيا ومكلف بادارة اعمال رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي فالامور ماشية ممكن الشخص رئيس السياسي او الدولة المصرية يروا انه ليس من اللائق على المستوى الايه بقى يعني النفسي اللياقة السياسية ان انت تغير رئيس الوزراء وهو مريض او موجود في المستشفى خاصة خاصة ايه انه بحكم الدستور مفروض اول رئيس الجمهورية المنتخب اللي هيقعد على كرس الحكم في 2 يونيو القادم يعني بعد 5 شهور من الان الحكومة هتتغير بقوة الدستور ما رئيس جديد يبقى حكومة جديدة فممكن الرأي يرى يقول لك خلاص مهند شريف اسبعيل خليه 3-4 شهور الجايين طالما كده كده دكتور مصطفى مدبولي بيدور الوزارة وانا ام يال الى الرأي ده ان السيد مهند شريف اسبعيل سيظل محتفظا بمنصبه حتى يونيو القادم موعد تسمية رئيس الجمهورية الجديد اذا احنا رايحين للتعديل وانت رايح لتعديل عدد من الوزراء وهو كان قرار مفاجئ الرأي العام فوجئ به ان كل المواقع والجراد عمالة تكتب ان غدا نلقعد تعديل وزاري في عدد من الوزراء عليك تسأل نفسك كده كم سؤال كمواطن هو اين اللي حصل يستدعي تعديل وزاري ما احنا قلنا كده كده الحكومة هتتغير في يونيو القادم يعني خبش يردل فرقة دلت لو كنت عايز تعمل تعديل يا دولة كنت تعمليه من سنة اللي هو قبل الهنب سنة زمي بقوله انما جاي تعمله لدلوقتي واما كلها كم شهر وهيتغيروا وبعدين ايه نوعية الوزراء اللي هيتغيروه خلي بالك احنا عندنا حاجة اسمها وزارات سيادية ما عربش اللي سيادية هم بيسموها كده اللي هي وزارة الدفاع وزارة الدخلية وزارة العدل الخارجية وكان في السابق الاعلام ايضا وعندك وزارات اسمها وزارات الخدمات عشان دي بقى انت عارف لها الصحة تعليم تموين تنمية المحلية وعندك وزارات اخرى اسمها وزارات المجموعة الاقتصادية اللي هي المالية التجارة الاقتصاد التخطيط الغالب ان انت هتروح على الوزارات الخدمية على اساس دي اللي بتحتك بالمواطن بشكل دائم يبقى انت هتغير فين ايه الوزارات المرشحة بقى للتغيير شفت انا ماشي معك بالراحة ازاي وزارة التموين الصحة التنمية المحلية التضامن حاجات بهذا الشكل مش معنى كده الوزارات دول هيتغيروا بس انا بقولك لو انت بتحل السياسة يبقى انت رايح الوزارات الخدمات لانك مش هتروح الوزارات السيادة الوزارات السيادة اتغيرهم ليه دلوقتي ما كده كده لو عايز تغير تغير كبير هيجي في يونيو القادم منين هيجي الوزارات الجدد لازلنا عند هذه المعضلة انت ما عندكش مناخ سياسي ولا احزاب ولا مجتمع مدني ولا نقابات ولا حتى اعضاء في البرلمان بحيث يطلع منهم شخصيات تقول ان دول ممكن يستحقوا انهم يديروا شؤون الدولة فين هيتم التغيير والتعديل بالمنطق القديم اللي مستمر بقاله خمسين ستين سنة هو الاتصال بالاجهزة الامنية والرقابية لتسمية وترشيح عدد من الاسماء شوفوا لنا يا اجهزة رقابية وامنية عايزين ناس مثلا يعني في يمسكوا وزارة النقل فيرشحوا تلت دكاتر اساس الجامعات او يقولك بقولك مش كده كده الحكومة تتغير اربع شهور هات نائب الوزير نصعده يبقى وزير ويمشي الوزارة اللي اربع شهور الجاية اذا كل وزير جاي بكرة هيتغير حاطت في اعتباره ركز بعيب دي انه هو بعد اربع شهور او خمس شهور بالزبط ماشي فبراير مارس عبريل ماي هو ماشي بعد اربع شهور ونص تفتكر لو انا جاي وزير بكرة قالوا لي تعالى حج خير كده همسكك وزارة اكس مثلا فالاربع شهور ونص دول هعمل ايه هل هياخد قرارات قوية عنيفة كده وانا عارف ان بحكم الدستور هتشال في يونيو ولا اخلي نفسي ماشي مع الجو وممين المسائل علشان يتجددلي صح ولا غلط اذا حتى الوزير الجديد اللي جاي مش هياخد قرارات حدية قاطعة ليه عينو برضو على ان يتم تجديد الثقة به في يونيو القاطع اذا انت امام وزراء من لن يفعلوا شيء ده رأيي وبالتالي ما كانش ينبغي التغيير لو انت كلت كدولة عايز اتغيري كان يبقى مثلا من سنة على اقل ندي فرصة للوزير الجديد انه يثبت كفاءة صح ولا انا غلطان حاجات تانية هو مين اللي بيحدد الوزراء اللي اتغيروا يعني هالجهاز رقابي مثلا قال المخابرات هالجهاز رقابة الادارية الصح او في العرف السياسي بما ان انت دولة ودستول وبرلمان نواب الشعب نواب الشعب هم اللي يقولوا في عدد من الوزراء لازم يتغيروا بس نواب الشعب دول علشان يوصلوا لده لازم يبقى عملوا شغلهم شغلهم اللي هو ايه استدعوا وزراء قدموا اسئلة طلبات احاطة استجواب مثلا لما كنت تلاقي استجوابات في البرلمانات السابقة لثورة جناير مثلا ضد وزير الاسكان وقتها الاسبق محمد ابراهيم سليمان او ضد اي وزير مساء كنت تشعر يوسف والي مساء ان وزير الزراع الاسبق ان هذا الشخص فعلا على وشك التغيير زاكي باتر لو زاكي باتر لما كان وزير الداخلية الله يرحمه وعمل ازمة سياسية مع حزب الوفد ايامية لما نشر تسريبات لتسجيلات صوتية وكده فكنت تشعر ان البرلمان بيراقب هو طبعا لكان بيراقب لوزير الدفاع ولا خارجية ولا داخلية خلينا نكونوا واقعيين هو كان شغال على وزراء الخدمات وكان بيشتك فكان دايما الدولة تقولك لا خلاص الوزر دول اصبحوا محروقين شعبيا ليس لهم اداء مرضعا وبالتالي كان بيتم التغيير النهاردة البرلمان عندك ما قامش بالدور ده البرلمان جاي بكرة يوقع يضع الخاتم او الخاتم الشريف بتاعه على تعيين هؤلاء الوزراء خلي بالك الدستور بيانص على ايه انه هما يوافقوا عليهم كلهم الوزراء دول يرفضهم كلهم ده الدستور وبالتالي لو انت حضرتك عضو مجلس نواب وقعد بتتفرج عليها دلوقتي يعني اتحداك انك تبقى عارف انت رايح بكرة على ايه انت هتتعرض عليك الاسباق كده ورد الينا من الساد رئيس الجمهورية او الساد رئيس الوزراء رغبته في تغيير عدد من الوزراء كيت كيت كيه هيقولك احنا مثلا تغيير وزير مثلا الراي ووزير الزراع وجبنا دكتور احمد فلان فلان او المهندس السيد ابراهيم كذا كذا انت مش عارف مين دول اساس يعني مين يعني ما يقولك جبنا نائب رئيس جمع او انت حرك تعرفه يعني هل هذا الشخص مثلا شخصية عامة لقوا كتاباته وندواته ومؤتمراته وحضوره التلفزيوني مثلا ما فيش اذا احنا عندنا مشكلة في ده خلينا نكون عمليين ونجيب من الآخر انت رايح الانتخابات الرئاسية والحكومة هتتغير والدولة فعلا هيبقى فيه تغيير وزاري فيه الحكومة كلها تتغير انا رأيي نسبنا من التعديل بتاع بكر يعني رد فعلا المواطن عليه هيبقى فاتر يعني لو انت كنت عايز تغيركا من بدر شوية مش من دلوقتي وعلى الدولة باجهزتها والبرلمان فعلا يركز فيه التغيير الوزاري الكامل اللي هيجري في يونيو القادم نجاهز من دلوقتي الحكومة حقيقية قوية بالعكس قدامك خمس شهور مؤسسة الرئاسة مجلس الوزراء البرلمان كافة الاجهزة الرقابية اجهزة الامن القومي يدقوا بقى يطلعوا كوادر ويسألوا ويشوفوا انما ربما تلك الاجهزة فوجئت بطلب الرئاسة الوزراء او رئاسة الجمهورية بالتعديل الوزاري واعتقد ان احنا رايحين الى ان نواب الوزراء هيبوا وزراء معشان ما تعرقلش سير العمل والدلاب والدني ما تلخبطش اصلا انت لو انت جايبنا انا النهاردة رئيس جامعة او نايب رئيس جامعة ومسكني بكرة وزارة ده انا على بال ما اقول يا هادي والمستشار القانوني يجيلي على يميني والمستشار السياسي ولا الاعلامي على شماله هيبقى عدت تلات اربع شهور يعني انا على بال ما اقول يا هادي وهلاقي الناس حولي في دوان عام الوزارة يا معالي الباشا الوزير ريح كده وما تشدش وبلاش كم تصريح الصحافة تشقطك فيهم ولا التوكشو بالليل والكلام ده خليك هادي والكلام ده واعد اللي اربع شهور في امان سكن تسلم علشان لما يحصل تغيير يجبوك صح ولا غلط يا اخواننا وبالتالي انا شايف يعني ان احنا مش هنطلع بحاجة كبيرة اه غدا بس هو عنوان صحفي وعنوان التوكشو واحنا نشتغل عليه بالليل برضو تعديل وزاري وهنشوف وزارة لابسين بيدل وجرفتات شيك وبرفنات ورايحين يؤدوا اليمين الدستوري لكن على ارض الواقع لا ما يعني مع احترامي لكل شيء لن يؤدي الى تغيير كبير في اه الاداء الحكومي العام اصنع انت ايضا محتاج ايه محتاج تغيير سياسات يعني انت محتاج سياسات واضحة وكلام والوزراء حاليا زي ما طول عمرهم هما اقرب الى سيكرتاريا لرئاسة الجمهورية يعني انت بتشوف رئيس الجمهورية عبد فتاح السيسي بيجيبه للوزير قدامه وبيعود معاه غالبا هو اللي بيديله التعليمات والاوامر يحمل لي كذا وسوي كذا والوزير التنفيذي في الاخر هقولت فقر السيسي لما قال انا عايز مليون وحدة سكنية عايز تعمله اسكان اجتماعي عايز اعمل شبك الطرق هيجي له وزير النقل يقول له لا مثلا هيجي له وزير الاسكان يقول له لا لا وزير النقل هيعمل شبك الطرق ووزير الاسكان هيجي يعمل وحدات سكنية فاذا دول هما اقرب للسيكرتاريا التنفيذية اللي بينفزوا تعليمات الرئيس الجمهوري هل ده في عيب او وهنا الاجابة لا بس هي بلدك هي كذا مشى كذا يعني والامور مشى بهذا الشكل انا ما بخترقش حاجة يا اخوانا هي مصر شغلة بهذا الشكل الامر الناهي فيها الواضع السياسة العامة للدولة هو رئيس الجمهورية ايا كان اسمه بقى يعني على مدار سبعين سنة وبالتالي ربما رأى الرئيس السيسي ان هناك اداء معين من عدد من السادة الوزراء ما بيسعفوش في عاوز يعمل حاجة عاوز ينجي الشيء هو ايضا داخل على انتخابات رئاسية فرص فوزه هي الاقوى والاعلى حتى الان في ظل عدم وجود منافسة حقيقية لكن انت في الاخر هو محتاج يغير دون بيقابلهم باستمرار بيشوفهم بسارك الرأيي والرسالة ليه الساد رئيس الجمهورية انه اتأخر يعني انا كان نفسي بصراحة من سنة سنة ونص وقلت هنا في عدد منه الوزراء كان ينبغي تغييرهم اداؤهم فعلا يعني لا يليق بالمجتمع عنده هذا الحجم من التحديات وبلاش بقى الجملة اللي ايه دايما الفطفاضة اللي ايه جملة النفاق الرئيس يجري والوزراء يمشون يعني ايه وان احنا مش عارفين نجيب وزراء على قد جري الرئيس لان في الاخر مع اجهزة الرئاسة والدولة هما اللي مختارين نفس الوزراء يعني يعني وانا ارى بالعكس الوزراء بينهجوا يعني واحد زي مصطفى مدبولي ده وزير الاسكان انا رأيي الشخصي الرجل ده ما بينامش يعني كم ما شافش لبيته والامراته والعياله من اول ما عاد على كرسة وزير الاسكان اللي هو من خمسة صبح لحد خمسة الفجر تانيه رايح هنا وجاي هنا والكلام ده لانه بيعمل حجم تشييد وانجاز كبير يعني التشييد والبناء شئنا ام ابينا هو الانجاز الواقعي اللي مقتنع بيه استاد رئيس الجمهورية واللي بيحقق بالمناسبة هو اللي رفع لك معدل النمو ايضا في الدولة المصرية لان انا قلت لك قبل كده ان التشييد والبناء هو اللي بيجر وراء ميت صناعة وهو اللي بيرفع معدل النمو وانت محتاج تشغل عمالة كتيرة جدا فده لازم يبقى محدود فيه لا اعتبار لا اعتقد ان احنا هنفاجأ بخروج شخصيات وزارية يعني مفاجئة بكرة لا الوزارات السيادية هيبقوا كما هو تقدير ان المجموعة الاقتصادية مستمرة يعني بش هيبقى فيه تغيير كبير التغيير لو حصل هيبقى فيه تعديل محدود في عدد من الوزراء الخدمية وارجوا من السادة المسئولين والبعنين في الدولة المصرية انهم يستعدوا فعلا للتغيير الحكومي الكبير في يونيو القادم وطالما جبنا بقى سيرة الرئيس والرئاسة والكلام ده عايز اقولك ان مؤسسة الرئاسة طرحت مبادرة هي موجودة في مؤتمرات شباب بدأت بمؤتمر الشباب بالاسماعيلية في ابريل الماضي اللي هي اسأل الرئيس اسأل الرئيس الصفحة الفيسبوك موجودة بتقولك اسأل الرئيس في الفترة من 10 الى 15 يناير والسادة الرئيس الجمهورية هيرد عليها يعني الفكرة انا شايفها كويس يعني الفكرة في حد ذاتها لا تستطيع ان انت تتجهلها بالعكس يعني يريد ان ده يبقى سنة حسنة يتباحة كل رئيساء الجمهورية ان السادة المواطنين يسألوا رئيس الجمهورية ويجاوب عليهم وانا عايز دي ما تبقاش مجرد مبادرة مرتبطة بشخص رئيس الجمهورية السيسي وتبقى في مؤتمرات الشباب لا ليه ما يبقاش ده مثلا نهج دوري كل 3 شهور تتجمع اسئلة تروح لمؤسسة الرئيس وليه ما يتعملش حاجة زي لجنة مثلا او دوان اسمه دوان شكاوى الناس بحيث ناخد جزء من الاسئلة دي والسادة الوزراء او الاجهزة الخدمية يحلوه يعني انا مثلا اعدت اتابع نوعية الاسئلة على الصفحة اللي راحت ليه السيد رئيس الجمهورية في مبادرة اسأل الرئيس يعني هتلاقي مثلا غالبية الاسئلة تخلى في منطقة حاجات اقرب الى الشخصية يعني انا ملقيتش اسئلة عامة بمعنى ما هتش تكلم على فكرة اين المشروع قومي للتعليم ما هي خطة رئيس الجمهورية للنهوض بالملف الصحي ما هي خطة رئيس الجمهورية لترشيد الانفاق الحكومي ابدا دي حاجات بسيطة لكن ظلت مثلا مشاكل زي البطالة مثلا والتوظيف على رأس اهتمامات الناس على رأس اهتمامات الناس بس مثلا في اللي يعني مثلا من ضمن الاسئلة واحد بيسأل عايزين قناة تلفزيونية للاطفال اه لماذا لا يتم ملاحقة مافيا الدروس الخصوصية اه في فيما يتعلق لماذا لا يتم تعيين نائب ليك اه فين قانون بتاع التصالح على البناء على الاراضي الزراعية الفساد يا ريس موجود في الاحياء في الجمارك دي اسئلة فين بأسئلة من زوال احتياجات الخاصة اه قانون الاجارات القديم اه الغلاء دي من الاسئلة اللي راحت ليه السادة المواطنين وجهوها ليه الصفحة فيه مثلا اسئلة خاصة جدا مسلا بس بتهم عدد من ناس مواطن اسمه يوسف مروان عايز يعيد افتتاح وتشغيل مستشفى تكامل عرابة ابيدوس بمركز البلينيا محافظة سوهاج مركز البلينيا محافظة سوهاج اللي سبق تحولها الى واحد صحية مثلا حاجات خاصة وانت رايح بتسأل رئيس الجمهورية الاسئلة دي بتكشف عن ايه بالمناسبة دي اسئلة مفروض تروح للوزراء للمحافظين عندما يفتح رئيس الجمهورية صفحة اسأل الرئيس ويلقى الاسئلة دي انا رأيي لازم يتوقف ويسأل نفسه ازاي سؤال يجيلي عن افتتاح وحدة صحية او تشغيل مستشفى ازاي السؤال دا يطلعلي كرئيس الجمهورية هي مش عيبة طبعا بس فين المحافظ فين مدير مدرية الصحة وزارة الصحة بمحافظة سوهاج فين وزير الصحة فين نائب المنطقة دي اللي في مجلس النواب صح ولا غلط دا معناه يا رئيس وحضرتك بتحلل الاسئلة دي ان القنوات مسدودة امام المواطن ان المواطن ما بقاش عنده امل الا اللجوء ليه كرئيس جمهورية يعني تخيل انا بضرب مثال ان كل القنوات دي ما قدرتش تحل للمواطن الحل دا لا محافظ ولا وكيل وزارة الصحة بسوهاج ولا نائب يمثل هذا المواطن تحت كبة البرلمان رغم اي حاجة بسيطة جدا بس راحت لرئيس الجمهورية كم الاسئلة والشكاوة وهموم الناس لو رئيس الجمهورية عمل هيئة او لجنة او او يسميها هيلاقي حاجات بهذا الشكل يعني نادرا لما المشرف او رئيس هذه اللجنة هياخد اسئلة ويذهب بها لرئيس الجمهورية هو بنفسه هيروح بعيدها للوزراء يقول لهم حلو 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 بس دي نوعية اسئلة ارجو ارجو يعني ما يتمش فلترتها وارجو من الساد رئيس الجمهورية بشكل شخصي انه يخش على الصفحة دي وشوفها حاجة تانية وانت بتكلم على مبادرة انوانا حلو اسئل الرئيس هو ليه اقتصارة على صفحة الفيسبوك يعني كم واحدة اتعمل على الفيسبوك عشرين تلاتين اربعين مليون يعني وفيه طبعا موقع للمبادرة اسئل الرئيس بس هل اهلين اللي في اقصى كرة ونجوع الصعيد وسينة ومرسى مطروح والسلوم حال بيتعاملوا مع الانترنت يعني الاجابة لا قال يعني من جمال الانترنت في مصر يعني والخدمة شديدة السوق اساسا يعني الانترنت في مصر ده تعمله حلقات والله يعني مهم ليه ما نفتحش الباب بشكل افضل يعني انتو ليه في مبادرة اسأل الرئيس قصرتوها على الفيسبوك ليه ما تترحشي منافذ اخرى انا اسأل الرئيس بالتليفون اعمل لي تليفون اخش انا اسم فلان والرقم ظاهر عندك ورسالة مسجلة بعتلي تلغراف واطلب من هيئة تلغراف الاسئلة دي مجانا امنا اختنا اللي موجودة في اقصى الصعيد والريف تروح تشد تلغراف للرئيس ببلاش انا معاش واقفة رئيس بقاله سنة مسلا لو انتو عايزين بجد فكرة اسأل الرئيس وانه يبقى الميت مليون لو عندهم ميت مليون سؤال يعني كان الله في العون بس الاسئلة تروح للرئيس بس عايز اقول لكم ان شعبنا مش كله ليه اكاونت على الفيسبوك ما عندهوش ده شعبنا عنده مشكلة وهو بتعامل في بطاقات اليت ام وبيصرف بيها المرتب بتاعه يعني هو خايف واهلينا برضو اللي اللي هم معاشات لا يعني ايه اصرف المعاش بيت ام المكنة تاقد فلوس او كده فدي اسئلة انا ارجو من القائمين على مبادرة اسأل الرئيس واحد الفكرة حلوة جدا اتنين اتمنى السمرارة تبقى ربع سنوية ما تبقاش كده حسب الحظ والجو العام والموت تلاتة يتم تحليل الاسئلة دي بشكل عملي عشان نوصل ايه الشغل الشاغل للمصريين لو انا وبرنامجي والمصر فاندي وبنفتح حوارات مع حضراتك والسادة المواطنين عندي دايما الهاجس بتاعكم هو الغلاء لان دا كان في 2017 طاحن والبطالة يعني دول القضيتين الرئيسيتين اللي في دماغ ايه مواطن عندنا مشكلة حقيقية اسمها الغلاء الاسعار الفجورة يعني طبعا طلعلك كم تصريح للمون اللي فاته وتحديد من البنك المركز ان التضخم تراجع 5% مش عارف من ديسمبر عن نوفمبر يعني خلي بالك عشان برضو ايه احنا البصاط احمدي بينه وبينك والسادة المسؤولين اكيد مش سامعيننا دلوقتي بس عايز اقول لك فوتنك ايه وعتفكر اللي هو التضخم كان وصل مش عارف 37% فهينزل ل 10% يبقى الاسعارها تراجع 27% يبقى البقابية بتبقى انت راجل طيب كده وبتضحك عليه لن تعود الى اسعار 2016 ليه قبل التعويب انس يعني يعني لو كانت العربية بـ 200 2016 النهاردة بـ 400 فالتضخم لما تراجع تلاقي بـ 300 لا مثلا يعني اه لو كيلو مش عارف ايه كان بعشرة جنيف قبل التعويب بعشرين النهاردة لا هيبقى بكام يعني 17 بس هو التضخم تراجعه يعني ثبات السعر يعني المعدل اللي بيطلع بيه عالي كده مش هيبقى بهذا العالي عشان بس ايه حضرتك برضو ما تتوقعش ان الاسعار هترجع منين يا فرج في بلدنا اللي بيطلع ما بينزلش تاني لكن نرجع للموضوعنا اشهادة بفكرة مبادرة اسأل الرئيس لكن ارجو توسحها بشكل كبير جدا بحيس انها اه تبقى متاحة لأكبر عدد جدا من اكبر عدد من المواطنين يعني واتمنى بقى نشوف استجابة سريعة وانا لو ما كان الوزراء بس ده عايش شغل السياسة يعني عايز ايه معلمة لو انا وزير في الحكومة اخش على صفحة اسأل الرئيس او لو انا محافظ اقعد اقلب كده في الاسئلة لو لقيت سؤال يتعلق بوزارتي او المحافظة بتاعتي اروح جايبه وجايب المساعدين ينزلوا حلول للمشكلة دي انا بغشش الوزراء والمحافظين اوه علاو بحيث لما الاسئلة تروح لمؤسسة الرئاسة فيجي يبعث لك كوزير صحة او كوزير اسكان انا بضرب اي امثلة ويقول لك عندك المشكلة الفلانية حلاها ولماذا لم يتم الحل قول له اريز ده احنا حلنها من زمان يعني ده الرسالة جات لحضرتك متأخرة ما تبرد شغل السياسة لكن ليه انت لسه قعد مستن لما الرئاسة تبعت لك ده انا بغششك على هو بشغلني معك مستشار بقى سياسي ولا اعلامي يعني حتى دي فشلين فيها يعني ان احنا حتى نشغل الطاصة دي كوزراء ومسؤولين بعض طبعا واقعد اجيب اسئلة واشوف اعمل ايه يعني لكن بعض السادة النواب خدتهم الحمية وقرروا انهم وان كان متأخر شوية انهم يفتحوا ملفات فساد تحت قبة البرلمان وانا استغراب ده بيتكلموا على فساد في التعينات داخل شركات بترول واش واش كده في عهود سابقة قبل 2010 كان لكل نائب في البرلمان كده الحق في تعيين اتنين مفروض انهم من ابناء دائرته لكن ولا كان من ابناء دائرته ولا حاجة وكان اغلب النواب بيبيعوا التعينات دي اه كل سنة يعني ليك حد تعينه في البترول ليك حد تعينه في الكهرباء يروح باعت الولى مدير مكتبه يقول له شوف لنا ايه اتنين يشتروا التعينين دول بمت مية امتين باكو والدولة كتعرف او كله عارف وكان في حاجة اسمها الفيز او تعريفة عايز تروح البترول اتفعل ميتين وخمسين الف عايز تروح الكهرباء الديني مية الف رسمي فهمي ناصمي لكن فجأت بان في احد السادة النواب او مجموعة من النواب بمعنى اضاق بيفتحوا النار على فساد التعينات في البترول يعني اه اللجنة التشريعية بمجلس النواب فتحت هذا الملف ومقدمين بيان عاجل الى وزير البترول بشأن ايه عشان الدقة هناك تعيين نحو خمسين موظفا في احد المصانع التابعة لشركة بوتاجاسكو بسهاج دون مصابقة او اعلان او لجان تعيين كلام محترم اوي ده الدور اللي انا اتوقعه بالمناسبة من مجلس النواب انا مش هفترض طبعا سوء النية لان ماينفعش ما معاييش دليل بس يعني اشمعنا الفساد في الحتة دي وهل كل التعينات اللي تمت في كل الوزارات في مصر اتعمل لها اعلان ولا يمكن البعض حاب يعين حد فما عرفش الله اعلم بالنواب خلينا اه ناخد اتصال تلفوني من السيد النائب المحترم محمد عبدالله زين عضو مجلس النواب وكان لي شكوى ايضا في نفس الموضوع اه مسائل فلسيات النائب مسائل فلسيات النائب الله يخليك انتو مرة واحدة كده قررتوا تفتحوا ملف فساد التعينات في احدى الوزارات المهمة وهي وزارة البترول ايه القصة سيات النائب والله حضرتك طبعا كل ما يتناول القضية فيما يخص موضوعات متعددة زي ما انت ذكرت شركة نافجاز او شركة الشركات الموجودة انما انا اتكلمت بخصوص واقع مر انا بعاني منه انا في منطقة البحيرة اه عندي اربع شركات للبترول شركة رشيد للبترول وشركة اه بريتشي بتروليام للبترول وشركة الالنجيل للبترول للأسف الشديد تجاهل كام لابناء المنطقة المحيطة من العمل في هذه الشركات وان كان هناك بعض الوزاية تكون الوزاية الدنيا اه يعني يعني اقل وزاية موجودة لكل اهل المنطقة رغم موجود الكثير من التخصصات يعني عندي في مركزي مركز ايدكم حفظ البحيرة اكتر من يعني مش عادة نقولك اكتر من 500 مهندس في مختلف التخصصات رفضت الشركات تعينهم وللأسف لما بتعمل اعلان بيكون مفصل على ناس معينة والكلام ده انا طلبتهم اكتر من مرة وكلمت الوزير اكتر من مرة ولكن للأسف دون جدوة طب اديني بعدين لك تفاصيل بمعنى يعني ايه مفصل على ناس معينة مين اللي عمل الاعلان وبيفصلوا على ما اسمين في يدك اول ما يروح يقول ان احنا مثلا نحتاجين خبرة جاي من برة وانت لازم يعني اللي جاي من برة اشتغل فيه احدى الشركات الخليج اذا هذا الاعلان مفصل على نوعية معينة نعم فهمت اصدق انا لما دور المشاركة المجتمعية لمثل هذا النوع من الشركات في المناطق المحيطة له جزء من المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة والصاحة والتعليم وخلافه بجانب نسب معينة من التعينات لأهل المنطقة حماية لهذه الشركات وارتباط بالمجتمع المحيط للأسف ده بش موجود عندي انتو قدمتو الطلب لسيد وزير البترول شوف سيادتك انا اتقل لي بالحرف الواحد كده هذا النوع من الشركات شركات استثمارية لا سيطرة لوزارة البترول عليها نعم شوف انا بقولك الكلام ده تقني انا اتقل دي شركات دي شركات استثمارية من النوعات سيطرة عليها اعлизد الشركات دي شركات عالمية موجودة بنسب مع الدولة ما الدولة لها نسبة فيها اه طبعا شوف سيادتك قبل شركات دي ما يتم عملها عندي على الموقع عملت مؤتمر كبير وقالت فيه انها هتعمل تعيينات لابناء المنطقة بنسبة اكتر من سبعين في المية عشان تبعارف وحتعمل مصنع معالجة لهذا تم ولا ذاك طيب لحظة بس انتم كمجلس نواب هناك مال عام موجود في هذه الشركات ايا كانت نسبته فانتم من حقكم اعمال ادوات الرقابة وانا احنا لا نملك الا ادوات الرقابة احنا بنشغل بعض ادوات الرقابة انا نقدم اكتر من ست طلبات احطى بهذا العام لكن لم يتم طلبت بلاجنة تفتيش تدخل الشركات دي شوف طريقة التوذيب اللي موجودة فيها ازاي بتتم والشركات اللي بتدخل شركات غير موجودة في الهائة العامة للبطرق انا عندي شركات وهمية بيعملها الافراد من جوه شركات توريد العاملة شركات وهمية بيعملوها بعض الناس اللي موجودين في هذه الشركات اسمح ليش رحل دي سيادتنا سيادتك انا عندي مثلا مطلوب شركات للنظافة شركات لكزا المفروض ان فيه الهائة العامة للبطرق عندها شركات مختصة بها دلنوع زي شركة ابيسكو شركة بيتروبينت شركة سام مصر الشركات دي اللي بتورد العمالة داخل هذه الشركات للأسف انا ما عنديش ولا شركة من شركات اللي هي العامة للبطرق في الشركة الجديدة شركة بريتش بتروليا عندي شركة اسمها الاي بي اس مين صاحبها انا لا اعلم طب طبيعة الشركة دي ايه دي توريد عمال طب فين ادارتها ومين رئيس مجرس الادارة بتاعتها لا ما انا عرفوش والله طيب انت شايف الامور هتنتالى ايه شوف انا انا عندي مبدأ دائما لا يضيع حق وراه مطالب انا حق الناس هيتاخد من الشركات دي لا محالة بكل الوسائل بما نملك من ادوات رقابية ومحاسبة لهذا النوع من الشركات انا مش عنديل حق الناس يضيع يعني هباها المنصورة انا معاك واتمنى السادة اعضاء مجلس النواب زملائك في البرلمان يعني تكونوا كلكم كتلة واحدة وفي المقابل ايضا لهذه الشركات لا حق الرد لو عايزة توضح موقفها لكن يعني ايه هناك شركات استثمارية تعمل في قطاع البترول ليس لنا ولاي عليها يعني يعني مش ادر استوعب لكن فساد في تعينات داخل دواوين العمل الحكومي او كده لا ده موجود يعني احنا بشر وبعدين عايزة اقول لك يعني ده اللي بيأكد كلام السادة النائب ايه الشغل اللي عملها هي ترقابة الادارية ده يوم الخميس اللي فات كل الجرائد ناشرة عكشة كبيرة خمستاشر قضية ضرب فساد منه بعض ومنتدى برئيس مجلس ادارة لاحدة الشركات الكبرى يعني قبضوا عليه وهو جاي مطار القاهرة مثلا فساد للصبح يعني فهل في فساد اه في فساد بس انا كنت عايز يعني سادة النواب هم بيقدموا ده يبقى فيه بس السادة رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال يتفاعل مع هذا المطلب وان احنا عندنا اسئلة كتيرة وعندنا اتهمات بالفساد ويقول لوزير البترول تعالى انا حايز هذا الشكر يعني بس اه حاول ايه قلب قبيض بس ما ينفعش ما ينفعش طبعا نسي تسأل طبعا انا معايا سيادة النائب بشكره سيادة النائب المحترم محمد عبدالله زين عضو مجلس النواب كان معنا معلقا على مسألة الفساد في التعينات تطلع من وزارة البترول تروح لوزارة النقل مهندس الشام عرفات قد يكون الرجل كفء في مجال تخصصه قد يكون ليه انا مش حكب انا مش مهندس يعني نقل بس هو واحد من الوزراء اللي فعلا بتصدم بان فيه عدد كبير من الوزراء في مصر اخواننا محتاجين تأهيل وتدريب سياسي في لغة الخطاب مع الناس مع الشعب يعني هو بيتعامل مع الشعب كأنه رئيس مجلس إدارة في شركة وبيتعامل مع عمال وموظفين اللي هو هو كده في التعامل مع الشعوب بمختلف مستويات والطبقات ما يفعش تعمل مع الناس بمنطق هو كده احنا اتكلمنا قبل كده على تعريفة لزيادة في تذكر متر الأنفاء واحنا عملنا زيادة العام الماضي اوكي من جنيه بقى باثنين جنيه في دلوقتي دراسة تانية واحنا عارفين الرقم قليل وان الهيئة بتخسر وانه كل اللي جمعوه في الزيادة اللي فاتت مية وستين مليون جنيه غيروا بيها ابواب محطات وحاجات وقترات ما يفعش ان انت تطلع على الرأي اللي عم تقول له ان قرار عدم زيادة اسعار تذاكر متر الأنفاء غير وارد بمعنى الزيادة جاية جاية وان الزيادة جاية خلال أسابيع قليلة ومش هننتظر يوليو القادم اللي هو موعد بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة الموازنة العامة الجديدة للدولة هتبدأ واحد يقول شو واللي انا وانت عارفين من غير محد يقول لنا سعر الكهرباء فيها هيزيد وسعر المنتجات البترولية بنزين وبوتجاز وسولار وكل الحاجات ده احنا عارفين بس في السياسة بيتقالك حتى ان فن المخاطبة الشعوب في مسألة رفع الأسعار صنعة يعني زي ما بيقولك كده اخذ الحق صنعة ده بتبقى صنعة كده انت ايضا محتاج تهيق رأي عام تشرح له اه تيجي في حوارات تلفزيونية صحف تقول له حضرتك يا مواطن انت شايف بتاخدوا الميكروباس مثلا بسبعة جنيه طب انا عمل الدسكرة باتنين جنيه طب ايه رأيك نزود جنيه تاني بس علشان ان احنا نعمل اه تجديد وعشان تلاقي متر والأنفاء يعني حاجة بهذا الشكل اشركوا خليه يعني ضمنيا هو مشترك معاك انا عارف ان انت كده كده هتزود انا مقتنع بالمناسبة بان الاسعار دي لازم تزيد انا معاك بس على قال لي وانت طالع على الناس ما نفعش تصدمهم بهذا الشكل السيد وزير النقل احد الوزراء في حكومة مهند الشريف اسماعيل لا اللي محتاجين طريقة ليه او تدريب او تأهيل وده مش عيب مع حضرتك من السياسي ما احنا قولنا احنا ما عندناش وزراء سياسيين في مصر يعني احنا بقلنا سبعين سنة وقلنا الوزراء تنفيذيين وانهم اقرب الى سكرتاريا اللي رئاسة الجمهورية لكن ده لا يمنع ان فيه عدد منه الوزراء اللي عندهم تعامل مع الناس يعني انا مش طالب من وزير التخطيط او وزير التخطيط الدكتورة هارت سعيد تبقى سياسية سياسية في ادارة دولاب العمل والموازنة بس هي لا تخاطب رأي عام وزير البيئة لا يخاطب رأي عام يعني بس وانت طالع على رأي عام وبتكلم في خدمات وسلع واسعار يا اخواننا ما ينفعش يا اخواننا مش استعراض عدلات يا اخواننا الشعب مش عمال في الشركات عند حضراتكم وحضراتكم رأزاء مجالة ادارة ما ينفعش والله ده بيعمل مشكلة بيعمل صدمة ده رئيس الجمهورية عم فتح السيس اول ما استلم الحكم وانتوا عارفين كانت شعبيته فين يعني يتحدث عنه بيقوله الورق والشجر والكلام طلع عمل خطاب للأمة وان هو محتاج يزود شوية سعر البنزين زوده مرتين في سنة واحدة بس مش مش جيه عمل حوار صحفي مع الاهرام والاخبار مثلا وقالك لابد من زيادة لا طلع تكلم وتحملوني شوية وانا آسف يعني انا فاكر الخطاب ده بس علشان الدنيا تمشي ولو كانت الزيادة دي تمت كل سنة عشرة ساخن ما كناش وصلنا للحال ده طب ده حال يعني ورئيس الجمهورية كان ايه انت بتكلم على شعبية كبيرة كان صحة احاب يستغل شعبيته بس انتوا كو وزراء انتوا ما عندكوش جزء من هذه الشعبية وبالتالي فيه فن يا اخوان نستعينه بشركات مش عيب نستعين بشركات تعلمنا وازاي نسوى القرار بتاعنا وإلا الشعب كده انت كل يوم عمال ترمي على دماغه حاجة او الله عمال ترمي على كل شوية على دماغه حاجة طب ما ما تخلي مثلا وزير تموني يطلع يكلم على تراجع سعر البيض مثلا تراجع اسعار الدواجن والفراخ في الاسواق يعني ما تستفيد حتى لما يبقى عندك تراجع في سلعة ما بدل ما يبقى التصدير الدائم هو الزيادة 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 نهاردة المزارعين كلهم بيشتكوا بتوع الدواجن على ان ياريتش يجيبوا حتى سعر تكلفة بتاع التربية الفراخ وان الكرتونة البيض وصلة لتلاتين جنيه واحد وتلاتين جنيه مزارع طب ما يعني ده نبريك لقطات بس علشان فيه غياب للسياسة نحن نحصد حصاد مر لغياب السياسة في مصر لكم الله ولنا الله ايضا هنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل مبادرة المركزي عايزين ياخدوا كسور اشيكات اللي هي الجنيه والخمسين قرش ويحطوها فيه صندوق تحية مصر لو الشركات توافق هل ده هنطبق على الافراد وده عندنا عندنا ايضا بعد الفاصل قطر بتفكر تروح الى التحكيم الدولي عشان بقالها سبع شهور بترى ان هناك حصار اقتصادي عليها من الدول الاربعة وده اعمل له مشكلة كبيرة ده بتقولك ده انا هروح اعمل تعوضات هل يحق القطر ده ولا لا بعد الفاصل تفاصيل اكتر في الموضوعين دول وموضوعات تانية ايضا